استكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السياحة المحال للمجلس وقرر إحالته إلى مجلس الدولة وناقش أعضاء المجلس مواد مشروع القانون خلال الجلسة الاعتيادية الرابع عشر لدور الإنعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة كما تمت خلال الجلسة إحاطة الأعضاء بمشروع قانون المحامة المحال مؤخرا إلى المجلس واستعراض الرغبة المبداة حول تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لأطفال الطراب طيف التوحد ترأس الجلسة سعادة خالد بن إهلال المعولي رئيس مجلس الشورى